تمكن جهاز المخابرات العراقي من تحرير فتاة أيزيدية مختطفة منذ العام 2014 وأسحبها بهدوء من مدينة الحسكة السورية إلى دخل الأراضي العراقية لتجمع شمل أسرتها من جديد وذكرت خلية العلام الأمني أن الجهاز نفذ عملية نوعية من خلال فريق عمل مختص وبمساندة قيادة العمليات المشتركة تمكن خلالها من تحديد مكان تواجد إحدى الفتيات الأيزيديات المختطفات بأطراف مدينة الحسكة السورية حيث وضع خطة خاصة لسحبها بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم ونقلها على مراحل إلى داخل البلاد وتسليمها إلى ذويها في قضاء سنجار ونوهت لأن جهاز المخابرات الوطنية تمكن خلال العام الحالي من استعادة خمسة أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية وتأمين تسليمهم إلى ذويهم